طلاع الجيش هارد لك للأهلي لكن الأهلي لم يتقبل فكرة أنه خسر من لعبيه المرة دي ده طبيعي بقى الإدارة متضايئة من اللاعبين اقفلوا الصوت يا جماعة بعد يزنون متضايئين من اللاعبين والجهاز الفني لأ تعالوا لنا بقى في وقفة احنا قلنا أن الدوري اتغلبناه بفاعل فاعل لكن لأ السوبر هو حكم أجنبي وقادي السوبر هو تلعب في توقيت مناسب وقادي واخدين وقت راحة يعني مش هنقول أن في حد السبب فيها انتوا السبب 300 ألف جنيهة رامة على كل لاعب وعلى كل عضو في الجهاز الفني وعلى مدير الكرة بل وحتى على الجهاز الطبي اللي هو أنا مالي يعني الجهاز الطبي كمان يعني الكل معاقب الكل عقب بسبب أن لا ما تتعودوش بقى على خسائر البطولات مش هنالدوري اتغلبناه وعدناها واتهمنا آخرين في أن هم السبب في الخسارة يبقى تخسروا بطولة تانية لكن اللي حصل النهاردة أن اللاعبين معترضين ويرون أن هذه العقوبة مبالغ فيها جدا وأن 300 ألف جنيه كعقوبة على كل لعب أمر كبير التفاصيل أن لعبي الأهلي في حالة من الانزعاج الشديد والغضب بسبب العقوبة المالية التي أقرها رئيس الأهلي محمود الخطيب بعد خسارة لقب السوبر لعب الأهلي أبدوا اعتراضهم على العقوبة لكابتن الفريق الشناوي وهو بدوره طالب الكابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة بأن يعقد جلسة مع الكابتن محمود الخطيب لعرض وجهة نظر اللاعبين مسماني من جانبه اعترض على صيغة العقوبة يعني قال إن صيغة العقوبة وأنها تعلن عبر وسائل الإعلام الرسمية للنادي الأهلي ده أمر بيقلل من قيمة الجهاز الفني وإحنا برضو يعني مش قليلين ما تلا ذلك هو إن الكابتن محمود الخطيب عقد اجتماعاً ظهر اليوم في معسكر الفريق بالإسكندرية مع بيتسو مسماني امتد لمدة ساعتين تناقش معه حول الأزمات الفنية للفريق ساعتين كاملين إلا حصل بعد الاجتماع مباشرة عائد الخطيب إلى القاهرة ليجتمع مع لجنة التقطيب برئاسة الكابتن محسن صالح لتحديد عدة أمور منها واحد مصير مسماني اتنين تعيين مدرب عام بشكل رسمي تلاتة طبعاً بعد رحيل كيفين جونسون تلاتة السوبربل في آخر لقاءات الدوري اللي خلالها فقد الأهلي لقبه بطولة الدوري مصير مسماني بحسب ما علمنا أن في أصوات من المسؤولين داخل الأهلي وبعض لاعب الفريق منذ فترة بتطالب برحيل مسماني وده ضد رغبة الخطيب رئيس مجلس الإدارة ورئيس جهاز الكرة وما يراه لمستقبل الفريق بالمناسبة يعني هو كان فيه قرار بأن يتم التجديد لكن لسه ما أعلنش رسمي فممكن يتغير اللي بيحصل دلوقتي أن من جانب الكابتن محمود الخطيب سوف يدرس أسماء بديلة لمسماني بالفعل في المرحلة الحالية تحسباً لربما فقدان بطولة الكاس وساعتها يبقى الأمر غير محتمل ثلاث بطولات في ظرف ثلاث شهور أو شهرين أو أن ربما يتعثر في انطلاقة الدوري وده يبقى أمر غير مرفوض أو حتى في دوري أبطال إفريقيا اللي حصدوا هذا الرجل في مرتين متتاليتين في ظرف ثمانية أشهر ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد أي قرار أو توجه بإقالة مسماني من جانب مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب في بعض الصحف تحديداً المغربية ونقلتها عنها الصحف الجنوب أفريقية قالت أن المسماني غاضب إحنا ما علمنا أنه مدى ومستاء من صيغة العقوبة بعض اللاعبين هم مستاءون من هذه العقوبة وتكلموا مع الشناوي والشناوي تكلم مع سيد عبد الحفيز مع حفظ الألقاب لهم جميعاً والقصة وصلت إلى الإدارة لنرى ما هي القرارات هل هتخفض ولا لا لكن زي ما أعطيكم من برح أن الإعلان عنها بشكل رسمي يا أرصة ودن إنه لا لا إحنا بنصدركم للناس وإنتوا المسؤولين مش إحنا إنتوا المسؤولين ولأي عقوبة تانية هنطلع لكم قرارات تانية على أي حال ينطلق أو يعود الكاس بإذن الله بعد التوقف الدولي لأنه حتى الآن الشركة الرعية مصممة على استئناف مسابقة الكاس رغم ضيق الوقت وقالوا إحنا الدنيا متفق عليها فالتحاد الكرة حتى الآن سيستكمل مسابقة الكاس بعد التوقف الدولي اللي ربنا يوفقنا فيه ونكسب منتخب ليبيا مرتين علشان نحسن وضعنا في المجموعة ولا نضع أنفسنا في حسابات مرهقة على مستوى بطولة أو تصفيات كاس العالم المقامة في قطر 2022 بإذن الله في نوفمبر المقبل مش المقبل اللي هو بعد الشهرين اللي بعده